عزائي مشاهدة الإجراف مصر أهلا بكم في لايف جديد النهاردة احنا معانا حادث مأساوي بشع شاهدتهم منطقة العجوزة بالجيزة مبارح بالليل وتحديدا هنا في شارع الغوص القريب من مستشفى الموظفين اللي شاهد جريمة كانت ضحياتها زوجة على يد زوجها بتلاتين طعنة لسبب الخلافات اللي بينهم الجريمة كانت بتخطيط محكوم من الزوج اللي نفزها في بيت والد زوجته المجنة عليها وبشكل مفاجئ التحريات قالت ان الزوجين تزوجوا من حوالي خمس سنين وأنجبوا طفلين لكن كان في خلافات زوجية كتير ما بينهم في شهر ديسمبر الماضي الخلافات بينهم وصلت لحد ما كانش ممكن يتحل فأضطرت الزوجة المجنة عليها إيمان انها تسيب منزل الزوجية في مبابة وتروح تواعد عند والدتها في العجوزة لكن مبارح الزوج راح بيت حماته بشكل مفاجئ وعادي جدا وطلب انه يشوف أولاده ويلعب معهم شوية وبعد ما شاف أولاده طلب انه يشوف مراته إيماني اللي كانت موجودة في قدة نوم في الشقة وما تلعتش أصلا عشان تقابله عشان تتجنبه تماما لأنها غربانة منه تماما وكانوا نوين على الطلاق الزوج المتهم طلب من حمايته انه يشوف مراته ويقعد معاه ودخل القودة على مراته ولما دخل طلع سكينة كان اشتراه وهو رايح وسدد بها طعنات في جسم مراته وانها حياتها في الحال الأطفال لما شافوا المنظر ارتعبوا كثيرا ده وجريوا من الشقة على جرانهم اللي قدامهم وقدروا يلحقوهم ويقفلوا الباب قبل ما بوهم يوصل لهم تصرف الجران وهروب الأطفال ده زاد من غضب الأب كثير ودخل بيت حمايته تاني وكمل على مراته لحد نبلغ عدد الطعنات 30 طعنة في الأول هو طعنها طعنتين وجري وراء أولاده وبعد كده جعلها تاني وكمل التعنط طبعا والدة إيمان اتغاثت بالجران اللي سيطروا على المتهم وأبلاغوا الشرطة وراحت مكان الحاجس وتمكنت من القبضة على المتهم ومعها سلاح الجريمة التحقيقات في الجريمة بدأت بتلقي مساعد وزير الأمن الجيزة اللواء هشام أبو النصر اختارا من مدير مباحث الجنائية اللواء هاني شعروي يفيد بوفاة ربة منزل على يد زوجها في العجوزة على الفور انتقل رئيس قطاع شمال الجيزة العميد عمر حجازي ورئيس مباحث المقدم حسام العباسي إلى مكان الوقع التحريات كمان قالت أكتر من حاجة أولها أن المجنة عليها ثابت البيت من شهر كامل بسبب الخلافات وراحت لبيت والدتها عشان تتجنب التعامل مع زوجها المتهم نهائيا التحريات كمان قالت أن المتهم أصد جيكت المراته بسبب الخلافات دي وكمان المدة اللي قضاها المتهم في بيت حامته تقريبا حوالي 20 دقيقة وأنه حاول يقتل أولاده لكن الجيران أنقذوهم وده خلاه يكمل على مراته بعد كده النيابة أفادت المتهم اقتضت المتهم لمسرح الجريمة عشان يمثلها صوت وصورة وبعدها أمرت بحبسه على زمة التحقيقات وكمان قررت انتدابة التب الشرعي لتشريح كسة إيمان ومعرفة سبب وكيفية الوفاة قبل التصريح بالدفن طبعا الكسة مأسوية جدا في شارع الغوص الكسة مأسوية جدا جدا أن الزوج يقتل زوجته بطريقة بشعة جدا قدام أحماء الدم والدتها وقدام أطفاله هو يعزم على النية أنه كان جاي يقتلها أصلا ونعيد لكم تاني لحادث المأسوي في منطقة العجوزة بالجيزة كان مبارح الحادثة تحديدنا في شارع الغوص القريب من المستشفى للموظفين لشهد جريمة كانت دحياتها زوجة على يد زوجها بثلاثين طعنة لسبب الخلافات اللي بينهم وسألنا الجيران وأعرفنا أنها كانت خواسة جدا ومطلبتش بأي حاجة خالص منه أنها كانت عايزة تطلق بس وكانت متنازلة عن كل حقوقها في بينهم خلافات دائم مشاكل هي قررت أنها تقعد عند والدتها وتسيب بيت الزوجية بتاعتهم وهو برضو لم يسيبها في حلها وجيه وتهجم علىها في الشقة وهو كان داخل عادي يتضمن على أولاده ودخلوه عادي يبص على أولاده ويشوفهم فيش أي حاجة خالص طبعا هما مش عارفين أنه هو كان جاي يقتلها وكان مخبل سكينة في جوة ما لابسه داخل بعد كده طلب من والدتها أنه هو يشوفها هي افتكرت أنه هو جاي يصالحها أو يحلوا الخلافات ما بينهم فدخلته جوة سمحت له بالدخول ودخلت جوة طبعا ما كانش فيه أي نية خالص ولا توقع منها ولا من والدتها أنه هو يعني تصرف بالطريقة دي وهو موظف ومتعلم فدخل عليها فأتعانها طعنتين طبعا دي كده طبعا هي توفت على طول فهرب الأطفال والأم بدأت تستغيث جدا أطفال هربوا لسكانهم الجيران اللي أمامهم على طول الجيران أخدوهم عندهم على طول وقفلوا الباب قبل ما يوصل ليهم طبعا ده خلها يغضب كتير جدا فرح تاني وكمل عليها لحد ما وصل عدد طعنات خمسة وعشرين طعنة بلا رحمة وفدل يقتلها كتير وصل عدد طعنات في الحريات الثلاثين طعنة جدا ودي الأمور اللي شاهد فيها الحدث المأساوي طبعا لما والدتها فدلت تستغيث بالجيران الناس الجيران وكل الناس دخلوا جوة طبعا ومسكوه وهو حول الهروب ولكن فشل طبعا هو يهرب بسبب الجيران مسكوه وتحفزوا عليه غيرت لما جات الشرطة والإسعاف جات طبعا الحادث كان مأساوي جدا جدا وكمان هي كانت سايبة لبيت زوجها من حوالي شهر وللأسف حصل الحادثة المأساوية دي طبعا وطبعا والدة إيمان استغيثت بالجيران اللي سيطروا على المتهم وابلغوا الشرطة على في الحال وراحت مكان الحارس ممكنت من القبض على المتهم ومعاه سلاح الجريمة السكينة والتحقيقات في الجريمة بدأت بتلقي طبعا مساعد الوزير لأمن الجيزة لواء هشام عبو النصر اختارا من مدير مباحث الجنائية لواء هاني شعروي يفيد وفاة رب تمنزل على يد زوجها في العجوزة وعلى الفور انتقل رئيس قطاع شمال الجيزة لعميد عمر حجازي ورئيس مباحث المقدم حسام العباسي إلى مكان الوقع التحريات كمان قالت أكتر من حاجة أنا بعيد لكم تاني للتفاصيل أولها إن المجنع ليها سابت البيت من شهر كامل بسبب الخلافات وراحت لبيت والدتها عشان تتجنب التعامل مع زوجها المتهم نهايئيا التحريات كمان قالت إن المتهم أصد يكتل مراته بسبب الخلافات تي وكمان المدة اللي قضاها المتهم في بيت حاماته تقريبا 20 دقيقة وإنه حاول يكتل أولاده لكن الجيران أنقذوه وده خلاه يكمل على مراته بعد التعناد بعد كده النيابة أفادت المتهم لمسرح الجريمة اقتدته لمسرح الجريمة عشان يمثلها ثوب وصورة وبعدها أمرت بحبصه على زمة التحقيقات وكمان قررت انتداء بالتب الشرعي لتشريح جسد إيمان ومعرفة سبب وكيفية الوفاة قبل التصريح بالدفن طبعا ده شارع الغوص وهناك مستشفى الموظفين وده العمارة اللي حصلت فيها الحدث المأساوي طبعا هو الزوج لما دخل هو طلب من حمايتهم يشوف أول لما جيه دخل عادي طبيعي جدا طلب يشوف يقعد مع مراته ويشوف أولاده هو شف أولاد الأول والقعد معهم عادي جدا وكله كان طبيعي طبعا لما دخل على مراته دخل هو ده على مراته لما دخل طلع طبعا السكينة كان حاتتها مع بين ملابسه وهو كان شريحة وهو رايح أصدددها بقية تعنات في جسم مراته وأنا حياتها في الحال تدد بيها تعنات في كل جسمها طبعا هي مريض حوالس وتوفى طبعا في الحال وديلت حريات كمان قالت أكتر بقى من حاجة أنه كان سايبة البيت بقى لها شهر وقضى في البيت عشرين دقيقة وخدوه مسى المسرح للجريمة والجريمة طبعا بشعة بكل المكيس وطعنها تلاتين طعنة بلا رحمة ولا شفقة فدل نكمل إنه هو بعد ما طعنها طعنها وتوفق ومعرفش ينقول من ولاده لأنه كان حابب برضو تحالاته إنه كان حاول تلهم طبعا لقول له إنه هما جريوا في بيت جيرانهم معنا طول وقفلوا باب طبعا على طور على الفاول فرجع تاني لمنزلها تاني رجع تاني البيت وحاول يكتلها تاني ويكمل ليسد ديها طعنات أكتر لحد ما وصل عادة طعنات تلاتين طعنة ودشر على الغوث وشكرا المتابعي لقناة تليغراف مصر